اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البعض حطها بالمئات فوق التلتمية وشوية مرة رددهم فانتاب وإلا قتل ممكن نسميه شيخ فانتاب وإلا قتل في واحد سألوه عنه سألوه الناس قالوله انه في شخص يقول لما تدعو الله ما تقولوش يا رحمن ما تقولوش يا رحمن استخدموا اسماء اخرى لكن ما تقولوش يا رحمن سألوا ابن تيمين يا رأيك ايه في الراجل ده خلينا نشوف ماذا قال قال اجاب من انكر ان يقال يا الله يا رحمن فانه يستتاب العبارة المحبوبة لديه فانتاب وإلا قتل والله أعلم أنا أنا بتعجبني والله أعلم يعني انت ستتسبب في قتل نفس ثم تقول الله أعلم طيب لو طلع رأيك غلط وماتت نفوس كثيرة بسبب رأيك ابن تيمية هو أكتر الشيوخ اقتباسا من طرف الجهاديين والإرهابين أكتر شيخ اقتباس على الإطلاق اقتباس من بن لادن اقتباس من أبو مصعب الزرقاوي اقتباس من أعضاء داعش وخصوصا أبو محمد العدناني اقتباس من ناس كثيرة في العمليات الجهادية هل هو إرهابي أم لا كلامه بيتكلم كتب ابن تيمية تباع في المعارض معرض القاهرة معرض الرياض معرض الدار البيضاء في المعارض الكبرى بتجد فتاوى ابن تيمية مجلداته تباع صارم المسلول على شاتم الرسول كل هذه الأمور تباع علانية ومن غير أي مشكلة حكم من لا يحضر لصلاة الجماعة يعني مش بس تارك الصلاة اللي ما بيحضرش صلاة الجماعة سئلة عن رجل جار للمسجد يعني عنده دكان جار مناسق للمسجد ولم يحضر مع الجماعة ما بيجيش يصلي معهم صلاة الجماعة يحتاج بدكانه ويقولهم رزقي أرزاق أنا محتاج أكون في الدكان عشان أبيع فأجاب الحمد لله يؤمر بالصلاة مع المسلمين يعني نقوله تعالى أحضر الجماعة فإن كان لا يصلي فإنه طبعا العبارة المشهورة يستتاب فإنتاب وإلا قتل طب خلينا نشوف حكم من يستنجد بالقبور والأضرحة على فكرة في بلدان كتيرة في السينيجال بلدان إسلامية في السينيجال في المغرب في بلدان كتيرة في شمال إفريقيا في بلدان كتيرة اللي غالب عليها الطابع السوفي بيروحوا للأضرحة وبيتوسلوا بيهم وبيعملوا كل شيء وبيطلبوا أولاد من هذا وبيطلبوا زواج من هذا وبيطلبوا فك يعني ربنا يسهلها بشفاعة فلان أو علان هم كلهم أولياء في نظرهم وصالحين ماذا يقول عن هؤلاء ابن تيمية خلينا نقرأ ماذا حكموه فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه فإنتاب وإلا قتل كل ترات ابن تيمية ممكن تلخيصه في هذه الكلمات يستتاب فإنتاب وإلا قتل ده كل ترات ابن تيمية وده اللي فعلته داعش كل ما فعلته داعش موجود في فتاوى ابن تيمية خلينا نشوف واحدة من أفضع الأشياء التي قالها ابن تيمية وبالوالدين إحسانة في القرآن موجود قال هو بيشرح هذه الآية قال هذا فيه تقييد يعني مش كل الولدين بالوالدين إحسانة ده مقيد بنوع معين من الولدين فإن الوالد إذا دع الولد إلى الشرك ما فيش إحسان في الحالة لو دعاك قالك تعالى للضريح الفلاني ده شرك مثلا وإذا كان مشركا إذا كان الوالد خلاص متوحر في الشرك جاز للولد قتله أنا أسأل دوي الضمائر اللي لازال فيها نوع من الإحساس أما الذين ماتت ضمائرهم لا يحرك أي شيء يدفعوا عن ابن تيمية سوى أفت بقتل الولد دول ما خلاص يعني ما فيش كلام معه هم حطوا يعني البخاري خط أحمر ابن تيمية خط أحمر ده يمكن في وقت ابن تيمية كان فيه جرأة أكثر من الآن كان يسجن وكان يناظر وكان يرفض ويعاب عليه من ناس آخرين ويقوموا ضده آخرون الآن يريدون إسكات أي صوت ينتقد ابن تيمية يعني إحنا يمكن في في القرن الثالث عشر كان أفضل من الآن حكم من يروي أحاديث لا سند لها بل من اعتقد صحة مجموعة هذه الأحاديث فإنه كافر يريد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل نفس العبارة اللي بيستخدمها في أشياء أخرى حكم من جحد حراما أو حلالا نقرأها بتمع كافر مرتد يعني واحد قال أن القمار مش حرام مثلا كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقا نعمل معا لا يستتاب عندها أكثر العلماء بل يقتل بلا استتاب ذا لو لا إله ما فيش كلام معاه لأنه بالمستخبي إذا ظهر منه ذلك أول ما نعرف نمسكه ما فيش استتاب حتى يعني ما فيش ما فيش فرصة لي أنه يتوب عن كلامه ناخده نقتله على طول حكم من قال إن الله لم يكلم موسى سئل شيخ الإسلام رحمه الله في رجل قال إن الله لم يكلم موسى خلق الكلام والصوت في الشجرة شايف أنه ربنا خلق الكلام سمع موسى من الشجرة فهل هو على صواب أم لا فأجاب الحمد لله ليس هذا على الصواب بل هذا الضال مفتري كادب باتفاق سلف الأمة وأمتها بل هو كافر يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل يعني لا يتحمل أي رأي فقه مخالف قتله ده حتى الاختلاف مثلا في أهل الله على عرشه أم لا لأن ابن تيمية كان مجسم يعتقد أن الله على عرشه قال بأن من قال بأن الله ليس فوق سمواته على عرش بائل من خلقه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت علقه ثم ألقي على مزبلة ما يدفنش لا يتأدى به أهل القبلة ولا أهل الدم ما يدفنش حتى لازم لازم يقتل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر